كل تأكيد خلينا نقول أن التحالف الوطني العامل أهل التنموي منذ اليوم الأول لأحداث غزة كان توجيهات سائد رئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بضرورة سرعة تنفيذ أكبر قافلة من المساعدات لخدمة أهل القطاع نحن نتحدث عن أول قافلة كان قاومها ما يقرب من 108 شحنة شكلت قافلة طولها ما يقرب من 4.5 كم كانت موجودة وتحركت لمعبر رفح ظنا من الجميع أنه سنكون بإدخال المساعدات في اليوم الأول نحن نتحدث عن مساعدات إنسانية لا نتحدث عن أي شيء آخر في وفق المعهدات والاتفاقات الدولية المساعدات الإنسانية متاح دخولها بكل تأكيد فجينا طبعا بإغلاق المعبر من الجانب الآخر القصف المستمر من سلطات الاحتلال وده دعا شباب التحالف لإقامة اعتصام مفتوح أمام معبر رفح لتحت شعار مرابطون حتى إلى غاسم الاعتصام ده كان اعتصام كان مؤثر جدا ولفت نظر العالم كله لحقيقة الوضع ما يحدث داخل القطاع الأمم المتحدة نفسها كان الموقف بتاعها قبل هذا الاعتصام كان هو موقف ليس مفهوم عدم إدانة ما يحدث داخل القطاع بشكل كامل عدم التدخل لإدخال المساعدات ما يكون واضح بكل تأكيد السيد أنتونيو جويتريتش لما جاء زار معبر رفح تغيرت الصورة 180 درجة لما شاف شباب من المجتمع المدني المصري شباب التحالف شباب واعي ومدرك لمهية القضية شاف المساعدات على الأرض موجودة بقالها أيام والشباب لا يتحدث عن أي قضية سياسية ولكن يتحدث عن إنقاذ ما يقرب من 2.300.000 مدني محاصرون داخل القطاع الصورة تغيرت 180 درجة الخطاب نفسه تغير أصبح يدين سلطات الاحتلال وأصبح يطالب بشكل واضح وصريح بضرورة سرعة إدخال المساعدات وده أعتقد ده كان تحدي كبير جدا جدا نجح فيه شباب التحالف الوطني وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني الذين كانوا يرابطون حتى الإغاثة ودي كانت أول نقطة